فالحلم التنبؤي الناس فيه الناس اللي عندهم ايمان بالروحانيات والحاجات دي كده رسالة جيالي مثلا من ربنا او من السماء او من العالم العلوي بايه بتقولي الحكاية دي يعني ده الاتصال اتصال الانسان بالعالم الاعلى او العالم العلوي ده قائم بس ما نعرفش اسراره ايه هل ده رسالة احتمال طب في الناس اللي هما مش مؤمنين بالروحانيات وبالاتصال بالعالم الاخر ده لهم تفسير تاني تفسير تاني بيقول ايه بيقول انه المخ بيعمل حسابات من خلال المعطيات اللي حوالي اللي حوالي واثناء النوم بيبقى في حالة صفاء شديدة فمن خلال هذه الحسابات ممكن يتوقع بعض الاحداث زي ما اتدخلي كده ايه معلومات في جهاز كمبيوتر فيقدر يديكي انه توقعات معينة بتبقى دقيقة لانه جمع بيانات كتيرة جدا المخ فيه الخاصية دي فالحلم التنبؤي ممكن تخديه على انه رسالة من عالم اخر لا نعلم طريقتها وقاليتها او انها عبارة عن حسابات للمخ بيتوقع بيها الحاجة دي فممكن تصدق فيه بعض الاحيان طيب احنا معنا دلوقتي صورة على الشاشة دكتور انا نفسي في الصورة اللي هي اول واحدة على الشمال دي يا دكتور اه دي هنا ساعات النوم ساعات النوم عند الطفل الرضيع في حوالي 16 ساعة عايز 16 ساعة في اليوم نوم بانوتها صبيرة كده كده زي دي بتقص 9 ساعات اتجوزت كده وخلاص بقى واستقرت في بيتها بتنام 8 ساعات فكل ما نكبر في السن ساعات النوم تقل اللي بعدها الصورة اللي بعد كده يعني اتفقنا ان البنت في بيت ما ميتها بتنام اكتر ما بتنام في بيت جزء عارفين يعني هنا النوم المفروض لازم نكون نايمين في مكان الاضاءة فيه خفيفة ما ننامشي فيه نور عالي لانه الساعة البيجولوجية بتاعت المخ بتحتاج ان يكون فيه مكان هادي وضلمة وكمان ده بيساعد على افراز مادة الميلاتونين اللي بتحافظ على استقرار وسلامة الجهاز العصبي عشان فيه ناس بتنام في النور وقدام التلفزيوني اللي بعدها ممكن يعني الناس اللي بتنام في التلفزيون بتبقى عصبية اكتر اه طبعا لانه ما بياخدش في الراحة الكافي زي دي كده اللي قاعدة دي قدام التلفزيون اه صبعينيها مشغول ده للتلفزيون والخطأ الاكبر ان نبقى مضلمين الغرفة وقاعدين قدام التلفزيون بس ده دي حبسة النفس فيه ناس جي لهم حبسة نفس بالليل النفس يتوقف فدي الناس بتقلق ساعاتها ما تكون مثلا زوجته نيمة جنبه او حد قريبه نيمة جنبه بيحس انه كان انه ميت يعني ايه دكتور حبسة نفس يحصل ايه يعني الجهاز التنفسي يقف كأنه اتخنق كده يقعد شوية وبعدين ايه متنفس تاني دي اضطراب في المخ والجهاز عصب والضطراب في الجهاز التنفسي مع بعض هعبرونا عشان الناس بس ما تبقاش تقلق يعني ناس لما بتناموا هي فاتحة بقاها كده اصلا الناس لما بيحصل كده بيقولوا ده تعبين طول النهار مرهب ده بيبقى غالبا فيه حاجة في الأنف عايزة تتعالج لحمية او اي انسداد ده لو ده نوم طبيعي كل يوم بينام بالطريقة دي فكأنه عرضية يا دكتور لا عرضية خلاص مش مشكلة جميل ده ايه ده طريقة او عادة سيئة عند الناس كتير عندي ان يحط مخالداتها في رأسه شايف ايه كل طرق كتمت النفس دي يعني يدخل اكسجيني ازاي ده يعني دي جميلة دي احلى طريقة با في النوم بتعزل شخص عن عالم وبعلوها عشان كده يعني طبعا عندها منطق بس خطر جدا لانها بتقلم يبقى نوع من انواع الجروب من القرق يا دكتور الحلقة دي ها بتهرب من القرق ها اللي بعدين ده النوم المشي اثناء النوم حقيقي الموضوع ده يا دكتور نتوقف عنه يعني ده حقيقي سريعا طب يعني ايه ده اللي بيحصل ايه المفروض ان احنا اثناء فترة النوم الحالم اللي هي المساحة الصامرة دي اللي بيبقى فيها الاحلام المخ بيدي امر ان الجهاز العضلي ما يتحركش ليه عشان ما ننفش الحلم هم فنحلم بس ما ننفش اللي احنا بنحلمه بساعات يبقى مع الاضطرابات النفسية القلق والاكتئاب والحاجات دي الخاصية دي تروح او تتلخبر فيقوم الامر بتاع ان الجهاز العضلي ده ما يتحركش ما يتنفش تمام فالشخص ينفذ حلمه يعني حلم انه هو ماشي او رايح التلاجة يجيب فيقوم وبيبقى نيه كران يا دكتور نايم نيه بيب يعني